أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتقدم الراهن وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نوع مضطرد وفي بيان مشترك أكد الزعيمان الحرص على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ كما تم الاتفاق على ضرورة التواصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والتأكيد على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تناول الاتصال مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة وأكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع والسعادة الأمن والاستقرار في الإقليم شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة استهدفت بلدة النصر شرق مدينة رفح ومنزلا في مخيم الشابورة وسط المدينة مع أسفر عن شهداء ومصابين من جانبه أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين تسعة شهداء من مخيم خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم حذرت ألم المفتحدة من أن هجوما إسرائيليا على مدينة رفح الفلسطينية يلوح في الأفق القريب مضيفة أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تستغل التقدم التدريجي في إدخال المساعدات للتحضير أو تبرير عملية ونشهد أنتونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدول صاحبة النفوذ لدى إسرائيل بذل كل ما في وسعيها لمنع أي هجوم إسرائيلي على رفح مشيرا إلى أن تقدما تدريجيا أحرز نحو تجنب مجاعة من صنع الإنسان يمكن تفاديها كلية في شمال قطاع غزة وضع جوتيريش إسرائيل إلى الوفاء بتعهدها بفتح معبرين إلى شمال قطاع غزة حتى يتسنى توصيل مساعدات مباشرة من ميناء أسدود الإسرائيلي والأردن والسماح بوصول المساعدات بسرعة وسلامة ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واستحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين واعتقلت الشرطة عشرات الطلبة المعتصمين داخل حرم الجامعة كما أخرجت الشرطة طلابا من قاة هاملتون التي سيطر عليها المعتصمون سابقا من جانبها طلبت رئيسة جامعة كولومبيا من شرطة نيويورك البقاء بحرم الجامعة إلى السابع عشر من مايو لضمان عدم النص بمزيد من خيام الاعتصام تبادل حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي القصفا عليف على طول الحدود وعلن حزب الله أن مقاتله نصبوا كمينا محكما ضد آلية عسكرية إسرائيلية واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية الموجهة مؤكدا تدميرها وإصابة من فيها كما شن الاحتلال الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة الخيام جنوب لبنان